مبررات كتير قالها فنانين واتهموا من ناس بالتناقض وده لما أعلنوا رفض دخول بناتهم لمجال الفن وخصوصا أنهم من أهم وأشهر الفنانين في مصر وكان على رأس قائمة الفنانين اللي رفضوا دخول بناتهم مجال الفن كان الزعيم عاد الإمام عاد الإمام كان صريح جدا في تفسيره لسبب رفضوا دخول بنته لمجال الفن وألف واحد من حواراته الصحفية هو أنه أكون مبسوط وأنا واقف أتفرج على بنتي وهي بتتباس والمفروض بعد بقى شوفها بتتباسة أقول لها إيه برافور بوسة حلوة وقتها الكلام ده قال بالدنيا على عاد الإمام والناس كلها قالت هي حلال عليك وحرام على بنتك يعني وخصوصا أن الزعيم كان من الفنانين اللي اشتهرت بمشاهده قبولات مع عدد كبير من فنانات جيله وده خلى الناس تقول كمان أن كده بيشكك في إخلاق زميلاته في الوسط الفني عاد الإمام وقتها رد على الكلام ده وقال إنه ما عندوش مشكلة في مشاهده قبولات مدامت فساق الدراما وقال الزعيم إنه تولد في حي شعبي وتربى في الحلمية وقال إنه تربى على تقاليد معينة خليه يرفض إن بنته تمثل أو تتباس ورغم إنه ما فيش حد من الفنانات ردت عليه أو انتقادته لكن يقال إنه تصريحاته دي زعلت فنانات كتير منه أما عن يسرة فلما تسألت عن تصريحات عاد الإمام قالت إنها تحترم رأيه لكن عاد الإمام ما كانش الفنانة الوحيدة اللي قال إن البوس حلال ليه وحرام على بنته فيه كمان مجد المصري فبرغم إنه ابنه كبير بيشتغل مخرج وابنه الصغير بيشتغل ممثل لكن لما جيت دور على بنته ما هتاب رفض تماما إنها تشتغل في مجال الفن ورغم إنه كل بيشهد لها بالموهبة الكبيرة وخفة الدم لكن لما تسأل مجد المصري على الكلام ده قال أنا راجل فلاح وعندس دواجية وبنتي مش هتمثل حتى لو هدف موهبتها وقال أنا ما عنديش مشكلة إن الستات تمثل لكن أهلي بيتي لأ وقال أنا ما عنديش مانع إن بنتي تشتغل لكن تشتغل في أي حاجة غير التمثيل أما عن مصطفى كامل فبرغم إنه غنى ومثل وكانت كمان نقيب الموسيقيين لفترة طويلة لكن كل ده ما كانش كافي بالنسبرة علشان تدخل بنته الوسط الفني ومش بس كده ده كمان هاجم الوسط الفني كله وخصوصا علم التمثيل مصطفى كامل قال بنتي مش هتدخل مجال الفن حتى لو علر أبدي وقال كمان حتى لو اتجوزت وبقت على زمة راجل برضو مش هسمح لا تمثل لكن لو عايزت تشتغل في مجال الإعلام هي حرة وبرر مصطفى كامل موقفه تجاه دخول بنته علم الفن وقال إن سبب رفضه اللي بيشوفه من تجوزاته هوري في مجال التمثيل وقال إنه خاف عليها من الوسط ده أما عن الفنان هني سلامة فهو مسك العصية من النص وقال أنا مش هسمح لبنتي تمثل وده حاجة تخصني وما تخصش حد تاني لكن في نفس الوقت قال إن ده مش معنى إنه بيبص للفنانات في الوسط الفني لأنهم وحشين أو أخلاقهم مش كويسة لكن كل الحكاية من وجهة نظره إنه مش حابب إن بنته تتعب في المجال ده وعايزة تشحى مستكرة أما عن محمد رمضان ففاجئ الناس كلها لما قال أنا مش هخلي بنات اتمثل مهما حصل لكن بعدها تدرك رمضان الموقف وقال في تصريحات تانية إنه سبب رفضه مش خوفه من المشاهد السخنة أو القبولات لكن سبب رفضه إن مجال التمثيل مرهق وشاق وقال أنا خايف على بنات اتعاني زي ما هو عانى ونفس الرأي برضو قاله تامر حسني اللي سبق وأعلن رفضه دخول بناته مجال الفن والتمثيل وكان رأيه إن اللي ينجح في الوسط الفن بيكون ليه أعداء كتير وده غير تعرضه لحملات ملايقة وتشويه كتير جدا وقال إن بناته هيتعرضه لده لو قرروا يغنق أو يمثله أما عن تامر هاجرس فقال أنا عايز أشتري دماغي وقال أنا عايز عايش حياتي مع أسرتي بعيدة عن أضواء الشهرة والنجومية وقال إنه مش عايز بناته تتعرض له مدايقات هم مفغين عنها